أستاذ كميل هل تتوقع بالانتقال إلى ما بعد معركة حلب أن يكون في حال حسمت قوات النظام السوري المعركة لصالحها هل يمكن أن يؤثر ذلك إيجابا في اتجاه حسم الأزمة السورية بأكملها وباختصال لو تفضلت يعني أعتقد أن الأمريكيين أو الأطراف الغربية تبدو مقتنعة بأن النظام بالفعل سيسيطر على مدينة حلب ولكن إذا سلمنا جدلا بأن المدينة قد سقطت بالفعل في أيدي الحكومة السورية فأن المتوقع غربيا أن تبدأ الحكومة السورية مجددا بدء مفاوضات مع أطراف المعارضة السورية من أجل بدء عملية انتقالية ما داخل سوريا وأعتقد أن الغربيين باتوا مقتنعين حاليا بأن هذه العملية الانتقالية التي كانوا يشترطون أن لا يكون الرئيس الأسد طرفا فيها الآن بادوا مقتنعين بأنه من الممكن بل من المؤكد أن يكون على رأس السلطة في سوريا خلال بدء هذه المرحلة الانتقالية ترجمة نانسي قنقر